السلام عليكم طلابي الأعزاء اليوم نبدي بالمحاضرة الأولى من محاضرات مادة الحاسبات لقسم الإنجليزي اليوم لح نبدي بمادة الباوربوينت طلابي شيرت لكم الشاشة فبس نتبهوا عليها أثناء الشرح محاضرة أو مادة الباوربوينت تتكون من مجموعة من الشرائح لتلاحظون هاي الشريحة اللي داء الشرع عليها هاي الشريحة الأساسية اللي ممكن تكتب بداخلها أي تعليق أو أي فكرة صورة فيديو إلى آخره وهذه الشريحة العرب اللي ممكن كل الإجراءات تطبقها عليها كبرنامج باوربوينت يتكون من مجموعة من الشرائح بس كبرنامج الشون أفتحه حالة حال أي برنامج آخر أنتوا بديتش المحاضرات أخذتوا الورد الورد شون الشون أفتحه أبسط طريقة لفتح البرنامج هو من خلال الأيقونة الموجودة على سطح المكتب إحنا يعني المفروض موجودة الأيقونة مادة أو من خلال قائمة ستارت وأدور الباوربوينت أو من خلال مجموعة المايكروسوفت طلاب دتشير الشاشة أثناء الشرح إذا ممكن خلسة حرجاء لكم عليهم ها طلاب تمام؟ أي طلعت كبرنامج الشون نفتحه نفتحه أما من خلال الأيقونة أسهل طريقة اللي موجودة على سطح المكتب أو من خلال قائمة ستارت وأطلعه أو من مجموعة المايكروسوفت إذا ماليقيته فلح تتقاب داخل ماي كومبيوتر كأيقونة خلنبدأ شوية نشرح عن برنامج الباوربوينت تلاحظون أنه يتكون من مجموعة من الأشريطة ثماني بس أدخل الطلاب الشريط الأحمر هو يمثل شريط العنوان ليش سموه بشريط العنوان؟ لأنه يحتوي على عنوان البرنامج طبعاً يحتوي على القائمة السريعة اللي هي أنت تختارها القائمة محيث أني خالها مثلا undo and redo and save تحتب بالأسفل لدينا قائمة أو شريط القوائم اللي يتكون من مجموعة من القوائم file هي كل ما يخص الملف أي شغل عندك تريد تسويه لحيصير قائمة file قائمة home قائمة home هي القائمة الرئيسية يعني أي شغل تريد تسويه أي كتابة لح تلقاها بداخل قائمة home اللغة الإنجليزية مثلاً هذا الشكل هيا قائمة home تتلاحظون كل الأدوات اللي ممكن تشتغلون عليها هي تلقاها بداخل قائمة home واللي نحن نبدي نشرحها إن شاء الله المحاضرات الجاية design هو التصميم للشرائح ألوان الشرائح تصاميمها وهكذا translation هي عمليات الانتقالية بين الشرائح animation هي عملية تحريك الكائن كأن تكون هاي الكلمة نسوي لها حركة slide show هي المسؤولة عن عرض الشرائح وعدكم view ثنينة هم متقريباً ثنينة هم مسؤولات العرض بس slide show يخص الشرائح بينما view يخص عرض البرنامج فرمات هي بس الترتيب والتنسيق للشرائح كالشرائح نلاحظها القائمة الثانية بمجرد إنك تفتح أي قائمة لح تنفسد الجواها قائمة أو أداة شريط الأدوات نقول عليه كل ما يخص القائمة يعني شريط خاص بالقائمة الفتحتها فشريط الأدوات يختلف من قائمة إلى أخرى كل واحدة إلها شريط معين أيضاً من الأشرط الموجودة لدينا شريط التمرير وشريط الحالة اللي إذا أشر عليه يبين لك كم سليت عندنا واللغة اللي إذا تستخدمها مثل ما قلت لكم طريقة الكتابة باعوا لاحظوا إنه طريقة الكتابة تصير بهاي الشريحة الكبيرة وأي شغل أو أي تعديد يصير على هاي الشريحة الصغيرة هالشكل نرجع لقائمة هون أي شغل أو أي عملية تسويها وحسيت بها غلط عندك الاندو والريدو هنا لاحظوا باعوا كتابت فأي كتابة ممكن تدخلها القاعة بس أي تغيير تريد تسويه كليك يمنع على الشريحة بقوا الكليك يمنع مال هذي تختلف هاي فقط ما يخص الأمور الشريحة وترتيباتها بس هذي هي العمليات اللي اتتم على الشريحة هذا أكو نوعين من العرض بقوا هذا العرض اللي هو الشريحة صغيرة وشريحة كبيرة نبدي بأول فكرة أدنى اللي هو قائمة فايل قائمة فايل تحتوي مجموعة من الإعازات انتوا بذي المحاضرات السابقة أو بالورد أخدتوا السيف طلابي شنو معنى السيف طلابي الحلوين عفياة عشرة الأيادي شنو فرقها عن السيف باس يعني هساني من أريد أحفظ ايه زين إذا أريد أحفظ فالشي باسمك باسمك تفاضل تمام وسيف أس ايه عشرة الأيادي عشرة الأيادي تقريبا هو زيني شعن ننفذ السيف مرجع والسيف أس هاي من الكيبورد يلا يا حلوين بعدكم نايميني أعيني يلا صباح الخير اسمك يا عيني بدأ تحتي يا هلا بيك يلا يا حلوين البقية شو نايمين اليوم عريد أسمع أصواتكم طلاب ترى هذا كل شيء أثر عندي بعدين بالتقييم يلا يا حلوين يلا بنين فتحة احتي يا بنين صباح الخير يا أهلي لا عفيلة لا بالتعليقة تريد أسمع صوتكم والله ما لا حيصير ترى حلو تمام زين شعن ننفذ هاي ننفذ هاي ننفذ هاي من اللوحة مفاتيح زهر لحفة C كنترول أس تمام زين الزين 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 ننفذ هاي يعني أول مرات تمام من اللوحة مفاتيح يعني زهر لحفة مفاتيح لا لا بلا لوحة مفاتيح من نحتاجها بس بس F12 بلا كنترول عشرة لحفة زين عشرة الأيادي حنين نجي إلى open و close بلا ترى لحا بدي أسألكم أقول لكم فتحوا والصوت وقلولي يلا يا حلوين واحد ينقذ الموقف عشرة الأيادي حنين ها هي عشرة الأيادي حنين ها هي خلصت 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 ها هي تمام حس س سوي لكم إياها صباح الخير البقية 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 ترى 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 متعوفون صباح النور يا هلا طلابي الأعزاء ترى لح أبدي أسألكم نحن نعمد اتفاعل وياكم يعني مو تعوف لي المحاضرة تعوف الموبايل وتروح غير مكان تتريق لو شو شو زوي اريد تفاعل ترى صباح الخير يا عيني عاشت الأعمال يا ودي زيان شن فرقة عن ال L2F4 ها ها هسه خلنا نكتبها وعليكم السلام يا هلا ها 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 هل ها 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 حسنا سأكتب لكم معها بعض طلاب أريد أعرف هذا النيش ندى أكتبهم أي هو كل واحدة أريده شني معناها آشد الأنادي تمام كملوا إيه الوراها تمام أكتب 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 بالضبط بالضبط من أول شيء إلى يعني الملف كله من بدايته إلى نهايته بس إذا إحنا دا نحتي سلايدات لأنه هو برنامج باوربوينت بس إذا أنت عندك كان مثلا برنامج ورد عادي حيقول لك في البيتجز زين الصفحات بقى إحنا جدا يطلب منك إذا أنت عندك صفحات معينة تكتب الهية إحنا إذا أنت عندك ورقة وحدة دا تريد تستبع بس عندك ورقة وحدة ما رايد أكثر من ورقة شون؟ اللي هي معناها أنه الواقفة بس انتبهوا لازم تكونوا نواقفين عليها احنا تمام هاي اتجاهاتها وهي يعني هذا الشي اللي أريده تتعلموا سيبو سنت حافظ ورسائل تمام هيلب عاشت للأيادة يعني شو سوي لي المساعدة أبعو شتاي سألني يعني خاف الصر عندك مشكلة بالمرنامج خاف تسوي فاشي انت فتشي فت خطأ فانت اتصل بهيلب تكتب له طبعا بالانجليزي المشكلة لح يطيك مجموعة من الخيارات تحاول من خلالها يعني أحيانا أنه تكون عندك مشكلة بالصوت بالشاشة ممكن تكتب له لح يطيك مجموعة من الخيارات عليها ممكن انت تشتغل أو يعني تلافل موضوع الابتشن تمام 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 وإكزت خروج من البرنامج احفير عاشتي الايادي يارب يخفضكم طلابين بينين حلوين ومرتبين يا ربي تسلم لي يا عيني ان شاء الله اليوم شوية محاضرة تعريفية شوية بدينا بالباور بوينت ان شاء الله المحاضرات الجاية نبدي ونشوف اعدادكم النهائية اذا زاد العدد نبدي اشوف المسايا ايضا ان شاء الله طلابي لح ادزلكم هسا الرابط اريدكم تسجلون حضور يا عيني ترا ينغلق الحضور هو نزل على كلاس ايضا فانت تريد تطلع وبعدين تسجل على كلاس ماكو مشكلة بس ترعاني اغلق ورا فترة نزلت على ال اه على التشات اش بيكم مشنا المشكلة الكاتبية لياها خلق اقرأ اخي شطر ها هي عاشة الايادي تقدر تغادر يا هلا بيك يا هلا مية هلا ها هي الحسداني المشاركة ما الشاشة انتهت ونح اوقف التسجيل شكرا